برحب بحضراتكم مرة تانية وفقرة من أهم الفقرات الحوارية لأنه ضيفي النهاردة يعني نقول معرفته أنه هيشرفني وأنا تقريباً بفتكر سرسلة من الحوارات واللقاءات كانت معظمها في نفس الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة كان معظمها في تاريخ الإخوان في مين الناس دول اللي كمية العداء والشر للبلد دي وكأنهم ماكلوش فيها لقمة في يوم ما شربوش من لها ما يعرفوش أي شيء من الانتماء يوم ما اتفض ربعة شفنا عداء من العالم كله والعالم كله طلع يشجو بيوندد إزاي تيجو عن الناس المسلمين اللي طاف دول اللي قاعدين في ربعة بمنتهى السلمية السلمية اللي احنا ما شفناهاش وكانت تقريباً بتظهر العالم كله على شاشات تلفزيون طول الوقت مش هنسيب حد منكم حي لن تهدأ سينة إلا برجوع مرسل الحكم واللي عادنا نفهم العالم كله أن هذه جماعة إرهابية وما كان في الوقت ده إلا عداء شديد لمصر لكن الآن الحمد لله معظم دول العالم معظم برلماناتها معظم سياسيها بيطلعوا يضيفوا أن بالفعل دي جماعة إرهابية مش ضد مصر بس أصبحت الآن ضد العالم كله أنا أتصدر الإرهاب للعالم كله بس تقبلوا مع حضراتكم ضيفنا المميز سيد أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية برحب بحضرتك فنة أهلا فنة معنا أستاذ أولف مرحب يعني أنا مبسوط أنا حضرتك معنا نهاردة برحب بيك وأكيد أنت كمان كنا رسا نفتكر في عدد الحلقات اللي اشتغلناها منها هجومة على الكاتدرائية منها هجومة على الكنيس على مصر على حاجات كثيرة على فض ربعة طول الوقت كنت حضرتك بتشرفنا ليه الشراسة دي بتزيد كمان أكتر في حرب أكتوبر كلما جات ذكر أكتوبر لا بصي السوابت اللي حاجاتك بتتكلمي عليها السوابت هدم مقاومات الوطنية المصرية مقاومات الوطنية المصرية يعني اعتمادها الرئيسي أو مكونها الرئيسي الرموز اللي في تاريخ هذا الوطن بتتكلمي على ازاي ان هذا الوطن ليه مجموعة من الرموز كده الوطنية التي لا يمكن لوطن انه يقوم من غيرها وبالتالي محاولة استهداف هذه الرموز محاولة استهداف هذه العلاقات اللي بتجمع بين نسيج المجتمع محاولة تفسيخ هذا المجتمع عشان كده كل الحلقات اللي حدريك بتتكلمي عليها جاية في السياق وده اللي لازم نفهمه جاية في السياق استهداف هذه المناسبات يبيحاول ان هو يستهدف لك مناسبة عيد قومي يبيحاول ان هو يلعب معاك في محاولة اقاع الوقيعة بين نسيجاية الامة يبيحاول ان هو يشوه ويدمر المجتمع عبر استهداف رموزه وقيمه ده تاريخهم هم جماعة لا تعترف يعني انا مابلش دايما انا اقول جماعة هم تنظيم اكبر لان هم تنظيم اكتر لان هم اقرب للتشكيل العنقودي بتاع التنظيمات الارهابية ملهمش شكل الجماعة ولو قلنا جماعة احنا بنديهم مسوغ الوجود لان هم بيعتمدوا على الاسم ده في ترديده لان جماعة جماعة هي اكثر التزاما باحكام القانون هي اكثر اتصاقا في التعامل مع القوانين الحكمة في الدولة بتاعتها لكن التنظيم بيكون ملتصق اكتر بالتنظيمات الاجرامية والارهابية هو ده اصلهم الحقيق انه هو تنظيم اجرامي ارهابي يمكن حضرتك استحضرتي حلقة من الحلقات اللي انا كنت شايفها مهمة في تاريخ اللقاءات اللي عقدناها هنا عبر قناة ميسات كان يوم استهداف الكاتدرائية واليوم ده لو تفتكري حضرتك كانت معنا مجموعة من الزميلات العزيزات يعني روزميري من قريوس والزميلة تانية عزيزة افتكر ان احنا اليوم ده كنا بالتليفون مع بعض خلوا بالكم اوعى تتيجوا من الطريق الرئيسي الطريق الرئيسي الوقت ده في الشارع برا انا كنت شايف الشعب المصري الطبيعي الشعب المصري اللي هو لا يمكن انك انت تفصليه عن نسيجه الشعب المصري اللي هو لا يمكن ان انت تقدر تقولي انه هو شعب يمكن استهدافه او يمكن التقليل من حجم انجازاته في يوم الليام او استهداف مقاومات وطنيته يعني انت بتكلمي عن الوطنية المصرية بتكلمي عن تاريخ طويل جدا دخلت فيه مركبات كتيرة جدا هي اللي خلقت في النهاية هذا الانسان المصري هو مش من هذا النسيج هو مش من هذا المجتمع هو عنصر شرير عنصر تم ادخاله في قلب هذا المجتمع بهدف استخدامه في التوقيتات اللي احنا بنتكلم عليه تقريبا وده اللي بيثبت يوم بعد يوم يعني هم بيعملوا على اثبات ده طول الوقت كمية العداء للناس ترجمة نانسي قنقر